تشهد الأسواق حركة شرائية ناشطة مع تأكيدات أن حركة الشراء مرتبطة بسلم الأولويات لدى المستهلك حيث يتجه السلوك الشرائي نحو المواد الأساسية كالغذائية والحركة الشرائية للمراكز التجارية والمحال الكبرى السوبرماركت والهايبرماركت التي تعتمد على تقديم العروض وارتفعت مقارنة مع العام الماضي بما نسبته 25% تؤكد الحكومة توافر جميع السلع مع فرضها رقابة قوية على الأسواق لضبط الجودة والسعر رئيس غرفة تجارة الأردن السيد خليل الحاج توفيق أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بخير هل يمكن القول بأنه بات غلاء الأسعار وجبة رئيسية على مائدة الإفطار؟ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال بداية قوية نعم لا هو أعتقد الحديث وهذا التوقيت أصبح بالنسبة أنه معروف حتى طبيعة الخطاب أنه الحديث عن الانفرات الأسعار والجشع والاحتيكار والهيمن أصبح للأسف تحولنا من شهر بركة وصيام وإلا هذه ما بدي أعطيها وصف لأنه أنا بشعر مع المواطن اللي الدخل متراجع في غلاء غلاء معيشة وليس غلاء لأن مشكلة المواطن أردني مش عنده تجارة مواطنة أي معيشة بشكل عام خلينا نستعرض إذا تسمحي لي ماذا حصل في هذا الموسم لأنه يكرر نفس السيناريو وأتمنى يكون آخر موسم نشهد فيه استمعنا مصطلح الاحتكار والاحتكار معناه سلعة واحد يستورد شخص واحد يستورد السلعة فهل يعقل أنه سلعة واحدة من الرز أو السكر أو الحليب على الأرفف المواطن بيجيب هذا كلام غير موجود فلماذا نكرر هذا المصطلح كل عام؟ الهيمنة الهيمنة معناه أنه شخص حص السوقية 70-80% يتحكم بالسائل بالرموت كنترول اللي بنزل على الأسواق وبشوف أرد المولات وبشوف المؤسسة مدنية والأسكرية هل يعقل أنه شخص مهيمن على أسعاف أو أصناف رئيسية؟ هذا السؤال لماذا نسمح لهذا المصطلح أن يدخل في عقول الأردنية؟ ماذا أول أسبوع من رمضان؟ هنكمل لي فهنا شخصتك الحالة اليوم فبالتالي هذا مصطلح الاحتكار والهيمنة ويقول أنه البعض جشعين طب إذن أغلبية جيدة ملتزمين فبالتالي الأغلبية هي تطغو يعني هي بتسيطر على السوق فهذه المصطلحات وهذا التجيش للمواطن قبل رمضان يعني بصراحة إحنا كقطاع خاص يؤذينا ويؤذي سمعتنا لأنه إحنا سنة كاملة نستعد أو نعمل لضمان مخزون آمن في البلد لأن المواطن يستهلك 12 شهر يعني ما بوكل في رمضان بس إحنا نستهلك 4 مليون طن نستورة 4 مليون طن في السنة فبالتالي استهلاك رمضان لمن لا يعرف في كل الشهر أقل من الأشهر العادية أو يساوي الأشهر عادية لأي يزيد الاستهلاك؟ وأقل من بعض الأشهر لأنه أنت بس الطلب وين بزيد الطلب زاد يوم الثلاث يوم الأربعة خميس اليوم بدأت الأسواق تعود إلى الهدوء نوعا ما فبالتالي هذا لا يعد طلب كبير أسبوع في الشهر بينما على مدار العام صيف ومناسبات واستهلاك ثلاث وجبات في اليوم فمعدل إحنا نعرف هذا الكلام لذلك الحديث أنه تهافت لا يوجد تهافت أنا أكد لك اليوم رصدنا خلال الأيام الماضية شراء منطقي وحقلاني للمواطن سلة المستهلك طبيعية متنوعة ما كان في مبالغة بالشراء لأنه نرصد لا نتكلم طب في ضعف بالقوة الشرائية؟ طبعا والدليل هل هذا أثر على الأسعار؟ والدليل طبعا هذا بدأت تقرير دولي مش مني عندنا طلعا طلعا قبل أيام ما حدا نتبه له والدليل أنه الرواتب أنقذت الأسواق تسليم الرواتب يوم الثلاثة الأربعة ضمان وبعض الجهات الحكومية أنقذ الأسواق يوم الثنين والسبوع الماضي كان ركود غير مسبوق شهدت الحركة نشطة وهذا دليل أنه إحنا أصبحنا نعتمد على الرواتب اليوم خلينا نطلع الأسعار الخضار ارتفعت سلعة واحد الخيار هذا الأزعج المواطنين ونكتب عنه كثير العنوين كانت تقول انفلات في أسعار الخضار البندورة أرخص من عام الماضي البصل البطاطا بس الدجاج ارتفع أنا سألت العديد من التصويرين قالوا أنه الدجاج واللحمة ارتفعت بشكل ملحوظ نحن نحترم عقد المواطن ولا نقبل عن نفسنا نحكي معلومة غلط نحن في السوق الدواجن أنا قبل ما كل سنة بطلع بقول الغذاء المستورد لن يرتفع بسبب زياد الطلب والحمد لله اللي بتعهد فيه دائما لأخوان المواطنين لم ترتفع أي سلعة مستوردة بسبب زياد الطلب نجعل كنت أحذر من الأغذية الطاسجة اللحوم الحمراء إذا ما اتفضلت الدواجن وبعض أنواع الخضار لأنه طلب كبير في الأيام الأولى نهاية موسم الخضار تعرفي جاء من خفض جوي وتسليم رواتب زائد انتاج محدود وطلب كبير كل مرة نحذر من هذا الشيء اليوم الدواجن ارتفعت صحيح الحكومة اتدخلت 23 ساعة عملت سقف المواطن ارتاح أصبح هناك سقف لدي جاجة النفط تفات والجاجة الطاسج انتهينا من الدواجن باقي المواد يعني أنا اليوم أعمل قصة على الخيار طب ليش؟ البندورة أهم للخيار هذا دليل أن السوق عرضه طلب دليل أن السوق المركزي يباع الخضار بالمزاد لما يكون في وفرة في المواد إذا في احتكار وجشع وزي ما يحكوا البعض والله أنا بالنسب إيدي البندورة والبطاطا والبصل كمواطن أهم للخيار صح؟ لماذا نم ترتفع؟ الناس ما بترصد وأنا بتمنى يعني أنتو سلطة الرابعة أو أنتو صوت المواطن أن يكون في رصد قبل أن تستطيفه خليل أو غيره بحيث لما اليوم أدعطيك معلومة غلط تقولي لي لا إحنا كوجرنا رصدت الأسواق مش صحيح أنه زيت ارتفع ثم زيت الخفض 30% لماذا لم يقال هذا الكلام؟ البندورة والبطاطا والبصل وبعض أنواع الخضار الأساسية اليوم اليوم أرخص من الأسبوع قبل رمضان ليش؟ كان في طلب كبير قبل رمضان فغير صحيح أنه هذا الاستغلال صحيح عرض وطلب إذا اليوم عشان هيك لازم نلاقي حل للمواد الطازجة لازم نشغل كفريق واحد أنه حتى لوزاد الطلب يكون فيه المواطن ما يدفع ثمن هذا الخلل في العرض والطلب طيب يعني لجنة حماية المستهلك أجرت دراسة قبل شهر من رمضان وتتبحى دراسة مع أول يومين من أيام الصيام المبارك ورصدت أسعار السلعة الأساسية وقرنتها وقالت بأنه في 33 سلعة ارتفعت دون مبرر ومن بينها المعلبات أنا نقيب تجار موضوعي ورئيس فبحكي دراساتنا سلة المستهلك هذا العام أقل من رمضان الماضي بعشرة فالمية هذا كلام إحنا ما منجيبه وقعد يمر المكاتب إحنا منحكي إحنا في السوق إذا جمعتي ما يستهلك المواطن في الشهر وسميناها سلة المستهلك هي أقل من العام بالماضي الأسعار هذا الرمضان بالمجمل أفضل من العام الماضي التنوع في البضائع المخزون أفضل ليش العام الماضي كان فيه عوائق تتذكري كان سلسة تزويد فيها خلل كان دول تمنع التصدير تحض ضرائب على التصدير هذا العام إحنا ارتحنا كتجار وفرنا بدائل أمام المواطن وفرنا تنوع في الأصناف من عدة مناشئ ومخزون أكثر شو معنى مخزون أكثر؟ لما يكون فيه مخزون أكثر من الرز والسكر بسير في منافسة اللي خدم المواطن وهذا بالهيق نقول ساني هو الركود اليوم قبل أيام ظهر تقرير من البنك الدولي اللي ما بجامل حدا اسمه تقرير الأمن الغذائي شو قال؟ وخلي اللي بيعملوا الدراسات يشوفوه قال لك بشهر الثلاثة العام الماضي كان تضخم في الغذاء الأردني بالنسبة للغذاء 4.2% شهر الثلاثة العام الحالي شهر الماضي صار بالسالة بتضخم الغذاء شو معناه؟ أنه تراجعت الأسعار وصار فيه ركود في الأسواق لأردن أقل دولة أسعارها بالتضخم فيه قبلنا بروناي وبنين خذك بعد أزمة كورونا كورونا مش تضخم الحالي لأنه شهر هذا فيه تضخم لأنه مربوطين بالولايات المتحدة لا لا نحن نقارن لأنه تضخم بالمسالة المستهلك خدماته لا أنا بحكي عن الغذاء نوع عن الحلقة الغذاء أسعار الغذاء تراجعت خلال عام الماضي لليوم من أربعة فاصلتين نسبة تضخم لا بالسالة بفاصل أربعة هذا من البنك الدولي ليس من عندنا اليوم بدي أحكي لك إحنا هذا الرمضان مرتاحين أنه المواطن وفرنا له سلع بجودة عالية وأسعار مناسبة مقارنة تاني بدول العالم اليوم بنك الدولي قارننا بالعراق وبمصر وبالجزائر وبالسعودية أسعارنا الأقل إذا اليوم بدنا نحكي حقائق هذا موجود وإحنا ما حدا قدر يوم الأيام يطلع يرد على أرقامنا لكن لماذا هذا كل عام نسمع نفس المصطلحات هناك احتكار جشع انفلات الأسعار لأنه أول أسبوع بترتفع الأسعار ما هي الأسعار لتفعك معانشان اليوم الحركة الشرائية اللي شفتها في القطع الخاص سواء كان مولات المولات كيلة ارتفعت لأنه العروض والمواطن حقه اليوم يذهب وحتى قبل رمضان يعني قبل أسبوع من رمضان من ارتفعت الأسعار أو حتى يمكن أكثر هنفرق شوي بين ارتفاع الأسعار لأسباب تتعلق في رمضان هذا غير موجود لم يحصل بالنسبة للغذاء المستورد ولكن الرز الارتفاع بدأ ارتفاع من شهر 9 على عام الماضي وبررنا لأنه في جفاف في كاليفورنيا وفي أوروبا وبالتالي احنا مستهلك 70% من غذائنا من رزنا حبة متوسطة فالارتفاع غير مربوط في رمضان هناك فرق البعض يحاول أنه يربط ارتفاع أسعار سلع قبل أشهر ويطلع في تقارير أنه هذه هي بسبب رمضان هذا غير صحيح طب الزيوت شو وضحها أستاذ الزيوت اليوم بتراجع الزيوت اتراجعت عن العام الماضي 30% ومتابعتنا ورصدنا الأسواق العالمية إن شاء الله الزيوت في انخفاض تليزة هناك مرشيرات أنه الزيوت سترتفع مرة أخرى الزيت أهم مادي للمواطن أردني أهم من الرز والسكر لماذا نخفض إذا هناك جشع واحتكار وهيمنة وطواطع وفلتان والحكومة مش موجودة والرقابة موجودة لماذا لم نرفع أسعار الزيت هذا السؤال لمن يبحث عن الحقيقة لمن يبحث عن المنطق لكن أنا اليوم بدأ أستغل موسم عشان أكسب شعبويات ممكن فإحنا نحكي مرتاحين رغم المعوقات استطاعنا أن نؤمن المملكة بمهزون آمن استطاعنا أن نوفر المواطن بدائل هذا جهد ينكر كل عام بصراحة يعني إحنا قلت لك أربع مليون طن على مدار العام هل المواطن استهلك بس إذا كان عندي القدرة أستغل المواطن لماذا لا أستغلوا بشهر ستة وسبعة وثمانية وبالصيف وبالأعراس وبالمناسبات الاجتماعية هذا في جهة في دولة لا يمكن للحكومة أن تجامل التجار هذا كلام غير أنا أكبر أصلاً أكون دولتي مألها هيبة في شرقاب لأنني أنا مستهلك أنا بشري ألبس وكهربائيات وغير فبالتالي يا ريت نظن نتعمل هذا الملف هذا ملف حساس وملف طبعاً وشهر رمضان المبارك له خصوصيته يعني في الحقيقة وبالتالي أهمية تحديد السقوف السعرية خلال الشهر الكريم شوفي أنا مع أنه الدولة تحمي مواطنها لكن السؤال هل مثلاً الحل بالسقف السعري ولا الحل مثلاً أني أنا قبل فترة أقعد مع المنتجين ومع التجار ومع المزارعين وأتفق وأعمل آلية أسمع وجعهم أنا ما بقى أصير أقبل أخلي المزارع يخسر وأقول عرضه طلب ولما المزارع بدير يربح أقول والله جشع كل البندورة بوصل شرين عشر قروش منقول عرضه طلب السقل المركزي ما زاد لما يصير كل البندورة بأربعين خمسين قرش منقول وين الحكومة إحنا بنشتغل على مدار العام بدنا المزارع يربح مشان ما يترك الأرض بدنا المزارع تبع الدواجن ما يخسر والمصنع والتاجر بالتالي المواطن هو هدفنا الرئيسي إذا اشتغلنا كفريق واحد بحيث نضمن ربح عادل لكل حلقات الإنتاج وأيضا المواطن يدفع السعر المناسب إذا شعر المواطن بأن هذا التاجر في حيه على سبيل المثال أسعاره مرتفعة ماذا يفعل؟ مرتفعة مقارنة بباقي التجار وكأنه في نوع من الاستغرار هذا السؤال أنا أسمع دائما تقاريركم وغير زملاء مواطنين أنه في تفاوت مصبوط في تفاوت ماذا يفعل المواطن؟ عمان أقول لك شغل ماذا يفعل؟ عمان اليوم فيها 8000 سوبر ماركت ومول وهايبر ماركت وماركت سجد 8000 في عمان في 8000 تقريبا في باقي المملكة وفي عشرات الأسواق للمدنية والعسكرية المواطن اليوم فلوسه في جيبته ويملك الحق في الشراء لا يستطيع أي مواطن أي إنسان لا تاجر غير اليوم ما فيه 4 أو 5 سوبر ماركت المولات منتشرة في كل العمان وكل تقريبا المحافظات المؤسسات نحن لا نطلب للمواطن نروح على قطاع خاص بهمنا المواطن في هذا الظرف يحصل على غذاءه لأن نحن تراجع انفاق المواطنين على الغذاء ما أحد منتبه أن المواطن الأردني والأسرة الأردنية تراجع انفاقها كان معدل انفاق للأردنيين حوالي 40% من دخل وين نروح على الغذاء في الفترة الأخيرة تراجع أصبح 33% و34% وين راح الفرق الفرق بدفع تكليف المعيشة كهرباء والفوائد ارتفاع الفوائد وهنا هذا موضوع تضخم هذا موضوع ملزمين طالما بدنا نحافظ على دينارنا ربط الدينار بالدولار له ثمن له حسنات له سيئات فبالتالي بيطلع عليها كمنظومة كاملة مشان هيك بقول هذا العام مر بهدوء انسي شوية البعض حاول انه يوضح انفلات لا ما انفنات انفلات شو معنى انه كل اسعار تفعل لا مش كل اسعار تفعل في استغلال ما في استغلال في عرض وطلب في عرض وطلب والخيار قلت لك مادة مش اساسية بل هالخيار أولين بكرة حكيت اليوم مع نزمين النقيب تجار الخضار ومع السوق المركزي غدا استبدأ اسعار الخضار وحتى يعني الكوسة اليوم طلعت شوي بالتراجع وليش اصبح في وفرة بس تصادف منخفض جوي وتسليم رواتب ونهاية محصول في الغور كل هذه التجمعت اصبح العرض قليل لذلك احنا ما نتمنى انه ما نحمل المواطن فوق طاقته ما نضلله احنا انتم كقناة المملكة عندكم كوادر ممتاز بالاقتصاد لما قبل ما تصدف اي واحد فينا خلينا احنا نعمل حساب ارصدوا الاسواق لما واحد يقول فيه هيمنة على سلعة معينة روحي على الجمال اطلب كشف المستوردين وقديش كل مستورد سورد اي مادة فبتعرفي انه ما فيه احتكار ولا فيه هيمنة ولا فيه سيطرة انه فيه منافسة هلا اكيد قسم الاقتصاد في قناة المملكة يعني 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 يؤدل ذلك وانا لم اتهم اي اتهم بالاحتكار او بالجزاء انا حكيت على سلطة الرابعة نعم اكيد هذا دورنا اكيد بالزلط فانا بقول حتى انا لما اجي عندي لكن احنا ايضا ننقل شكوى المواطن وانا مين نشتغل كلنا المواطن احنا قراب للمواطن وانا شخصيا اتشرفنا على تواصل مباشر بس انا بزع ليش بزع لما انا استغل حاجة المواطن او مادة باستهلكها واضلل بالعكس لازم اقول روح شوف انا لو اني انا مثلا جهة مشغول في التجارة بطلع بقول له اسمع في مادبة ارخص سعر لحمي عند فلان وفلان وارخص سعر خضرة عند فلان انا بخلق منافسة زيادة بين التجار بقول له روح في عمان بالدكتورو في الكرك في اسواق الفرنية عاملة مؤسسة اسكرية ارخص في هذه المادة هذا لا يعيب ولا جهاز ولا مؤسسة مجتمع مدني ولا حتى الاعلام ان يوجه المواطن الى سعر الاقل لانه المواطن دخله محدود والله يعينه شو بده يعني عرايك بروح الموظف من دوامه يمكن مش قادر الف دور بس اليوم المعلومات اسهل من السابق زمان وكنتي ما تعرفي المحل فلاني شو عامل عروض اليوم قلت لك على السوشال ميدا بتقدر تعرفي شو العروض وايضا التهافت على السلاء كمان يزيد لا في بعض الاحيان يزيد ايضا من ربما يعني طمع بعض التجار في بعض الاحيان نجعنا لبعض طب إذا نروح على غلبية من سبع سنوات التغى شيء اسمه تهافت في الأردن في زيادة طلب لكن مش تهافت التهافت شو كان المواطن يشتري أكثر من حاجته بكثير وفعلا حتى نشعر ايضافة وتتلف المواد في البيت اليوم ما في تهافت في زيادة طلب لأنه بصراحة الرواتب انت اليوم تكون 18 شهر 19 شهر راتب الشهر الماضي خلص فلما بتتيجي رمضان وسلمت راتب شيء طبيعي تروح تشتري بصير في حركة فالغذاء المستورد لا يرتفع حتى صناعات المحلية التي فيها انتاج كبير ما ترتفع احنا عنا مشكلة ببعض المنتجات الطازجة وان شاء الله انه نتعلم هذا الدروس ونشتغل كفريق واحد حتى المواطن حتى لو سلعة واحدة نعم ما يدفع ثمن زياد الطلب نتمنى ضبط الأسعار شكرا لك رئيس غرفة تجارة الأردن سيد خليل الحاج توفير شكرا لك